تتكشف شعارات رئيس حكومة العدو بن يمين نيتنياهو الكاذبة حول النصر المطلق في الحرب ضد قطاع غزة وخطابات نيتنياهو لم تتمكن من اقناع الكثير من الاوساط الصيونية التي اتهمته بصناعة الاوهام وزراعة الامال الفارغة لدى الاسرائيليين وانه رغم مرور قرابة ستة اشهر على القتال لم يتوقف عن الكذب بانه سيحقق الانتصار على الفلسطينيين فيما تظهر حقيقة ما يجري على الميدان ان جيش العدو انهى حالة الحرب الفعلية من دون تحقيق اهداف تذكر غالبية الاماكن في قطاع غزة ليس فيها جنود وهم لا يزالون يقولون لنا ان هناك حرب هذا تضليل للجمهور كما ان مصطلح النصر المطلق هو تضليل اضافي للجمهور وهذا كذب مطلق لانه لا توجد اي قدرة لاسرائيل في انهاء عركة حمس في عملية استمرت اشهر ومن الكذب القول ان الامر سيستغرق شهورا والكذب الاكبر ان حجم القوات الموجودة في غزة لا تتلأم مع هذا الامر وهذا ولدا طبعا اننا بعد اسابيع سنقضي عليهم واننا سنعود الى غلاف غزة وهذا غير صحيح من دون الدخول الى رفح لا يمكن تحقيق اهداف الحرب وهذا ايضا لا يعني انك عندما تحتل رفح فانك ستكون قضيت على حماس ودمرت قدراتها ويجب ان نظهر للجمهور ان هذه عملية طويلة ستستمر سنوات ومرتبطة بتغيير الرؤية الامنية لاسرائيل الفشل والاخفاق الميداني تلاقيه الهزيمة السياسية لنيتنياهو والذي يدخل كيان العدو في المزيد من العزلة الدولية مثل ما عبرت صحيفة اكونو ميست التي رأت ان تل ابيب باتت معزولة تامة وفي صحراء قاحلة اعتقد ان الحصار السياسي الذي يتزايد على اسرائيل ليس قضاء وقدرا فقدرنا بأيدينا واذا لم تفهم الحكومة الاسرائيلية الوضع السياسي وان المعركة العسكرية غير كافية من اجل انهاء عملية عسكرية بنجاح وهناك حاجة لنهاية سياسية فلا يمكن القول دائما لا لا عندها ستفرض الامور علينا ولن نحقق اي انجاز ما سيظهرنا مجرد تابع للولايات المتحدة عنوان صحيفة الايكونوميست يتحدث بشكل واضح فاسرائيل تبدو وحدها وعالمها يرفرف في صحراء قاحلة وهكذا صورتنا اليوم فاسرائيل الآن بمفردها والخشية في اسرائيل ليس فقط فيما يتعلق بالدعم الدولي انما في كل ما يتعلق باستيراد السلاح حيث قررت المزيد من الدول فرض حضر سلاح على اسرائيل وهذا الامر يطرح اسئلة قاسية على السياسة الاسرائيلية التي تواجه الآن انتقادات عالمية غير مسبوقة معلقون وخبراء صهاي نعتبر ان الغطاء الامريكي لا يزال الملاذ الوحيد لتل ابيب وان الكلام الذي تطلقها اوساط نتنياهو حول القدرة على الاستغناء عن هذا الدعم يعبر عن مدى وقعها في الاوهام وانفصامها عن الواقع